الإنجاز وحده لا يكفي يعني أنت ممكن تنجز الشيء هيك مثل ما بيقوله بالعامية شلف أو من ورأي ذك أو فينك تنجزه بإتقان الإتقان هو عمل الشيء بدقة وفي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه حتى تكون متقناً لما تفعل حقاً يجيب عليك أولاً أن تركز على التخطيط قبل أي عمل ثانياً وهذه خطيرة جداً لاحظ راقب ذاتك أثناء العمل هل من جهود تصرف بلا جدوى هنا وهنا؟ ثالثاً وبالتأكيد لن تكون متقناً إذا لم تنجز عملك بشكل كلي وفي الوقت المحدد عزيزي القرآن الكريم مليء بما يدل على هذه القيمة فالله يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون والحقيقة أن من تجاوز الكسل فقد تجاوز عقبة كبيرة في تحقيق قيمة الإتقان والمجد للذين أخذوا الأمور على محمل الجد والحزم